بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع مثال آخر في ما يسمى La sum de Minter لدينا Une table de Verity والمطلوب هو أن نستخرج العبارة المنطقية على فونكشون يمثلها هذا la table de Verity باستخدام أو نكتب العبارة على شكل Une sum de Minter ولا Une sum de Product إذن كما شفنا في المثال السابق أول حاجة رح نقوم بها هو أنه نختار أو نحدد العناصر وين لا فونكشون تكون قيمتها A إذن من نسبة لنا عندنا هاد الانتري هاد الانتري هاد الانتري و هاد الانتري إذن عندي كاتر انتري كل واحدة وش تمثلي إذن لو كان نجي الانتري هذي إذن لو كان حبو نكتبو لا فونكشون على شكل In sum إذن إذا كان حبو نكتبو F على شكل إن sum رح تولي عندنا 0 2 4 4 6 إذن هاد هوم الانتري الانتري إذن لو نحبو نجيبو يعني الفورم الالجيبريك تعالى فونكشون رح نكتبو 2 1 3 3 3 4 5 إذن بالنسبة لهذا المين ترم يعطينا هذا. بالنسبة لهذا المين ترم وش يعطينا؟ يعطينا A bar B C bar. يعطينا A bar B C bar. بالنسبة لهذا المين ترم وش يعطينا؟ يعطينا A B bar C bar. A B bar C bar. دايماً لما نلقى واحد نخليهها. نحطه A لما نلقى 0 نحطه bar. إذن A B bar C bar. وبالنسبة لهذا الترم رح يعطينا A bar B bar ويعطينا A B يعطينا C bar إذن la fonction F إذا اختصرنا إذن رح نكتبو la fonction F بالشكل la fonction F رح تكون عبارة على A bar B bar C bar زائد A bar B C bar زائد A B bar C bar A B bar C bar زائد A B C bar A B C bar إذن هذه هي la form canonic وهذه هي la sum de produit لكن عادة من الأحسن أنه إذا إذا طلب منك فقط la sum de menter بنتقدر توقف هنا لكن إذا طلب منك تسامبليفي la fonction فتحتاج تابليكي لرجل دولارجيب ربوليان بير تسامبليفي la fonction إذن هنا نحن نسامبليفي la fonction بستخدام لرجل دولارجيب ربوليان لاحظوا أن هنا عندي مثلا عندي بين هذا الترم وهذا الترم كان A C عامل مشترك إذا نخرج A C عامل مشترك أو A bar C عامل مشترك يبقى B زائد B bar كعمل مشترك إذن هنا نخرج A bar C bar هنا نخرج A C bar ويبقى B زائد B bar كعمل مشترك أو الباقي إذن هذه B زائد B bar نحن نعرف بلي هذه تسوي واحد و B زائد B bar تسوي واحد إذن الخطوة هذه رح تقول عندي A bar C bar زائد A C bar إذن نحن نحن عندي A bar C bar زائد A C bar واللي هي عبارة على C bar كعمل مشترك A زائد A bar وهذه A زائد A bar هي عبارة على واحد إذن كنتيجة نهائية لهذه الإكسپريسيون إذن نتيجة رح تكون عبارة على C bar إذن F هي عبارة C bar وهذه تقدروا تلاحظوها كالعدام من خلال La table de verity تقدروا تلاحظوه أنه F هي ما هي إلا C bar إذن هنا عندنا الفركسيون كانت بسيطة جدا إنه التبسيط تحرك كان سهل مجرد تخرج A C عامل مشترك أو A bar C عامل مشترك أنا تخرج A C عامل مشترك وبعد ما تحصل على عبارة هذه تخرج C عامل مشترك يبقى لك A زي A bar والنتيجة هي عبارة C إذن أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من المثال القصير إلى اللقاء إن شاء الله فيه مثال آخر